تعد بلدية أم طبول الحدودية في ولاية الطرف والتي تبعد على مدنة برقة التونسية قرابة 27 كم من بين أهم البلديات الحدودية سواء على مستوى الحركة الاقتصادية أو الاجتماعية إلا أن الساكنة هنا يعانون من عديد النقائص هذه المشاة عانت الكثير وتعاني الكثير في توفير وسائل الحياة الضرورية اسمتنا إعادة تهيئة الطرقات داخل القرية الفلاحية وتزويدنا بالماء الصارح للشرب هناك تذبذب ونقص البيوت اللي ما زال موصلهاش الغاز هناك بعض البيوت اللي ما زال موصلهاش الغاز خاصة في المشاة كيما سيقلاب كيما بنصريخ كيما في الزيتون كان بعض البيوت عندنا مشكلة في الكهرباء خطوط الكهرباء كان الناس اللي ما عندهمش ليكونتير كان الناس اللي عندهم ليكونتير كوليكتيف للقيمة اللي تكتشيها بلديتنا يعني كبلدية سياحية وحدودية وعندها عدة موارد طبيعية وبشرية للرقي والتطور نظن بلي انه هذه البلدية تحتاجي لدعم كبير من السلطات العليا ولا الولائية من جهتها السلطات المحلية وفي ردها على انشغالات الساكنة اكدت بان السلطات المحلية والولائية تسعى الى تقديم كل التسهيلات والخدمات من اجل تسيد مشاريع تنموية جديدة على ارض الواقع نقص في بعض الضروريات على مستوى بعض المشاتي بلديت السوارخ من حيث الطرقات والمرافق العمومية كالغاز والماء والسانتر دي سانتي هناك بلدية قمنا بعد اجراءات وبعد بطاقة تقنية وان اخر مرة جاءت لجنة ويزارية لمينتق الظل وقمنا بالزيارة هذا الحي واقتررنا ثلاثة مشاريع هي منها تصريف الصرف الصحي قنوة تصريف الصرف الصحي كذلك اعاد شبكة تزويد بالمياه شروب واعاد تهيئة الطرقات حقيقة سيد الوالي هز الانشغال وان شاء الله سوف تكون استجابة في اقرب الاجال هي اذا انشغالات يأمل سكان هذه المناطق ان تجد لها السلطات العليا حلا واملهم تضاعف اليوم تزامنا والدورة الاولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية موسيقى موسيقى موسيقى